مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفن أن واشنطن تريد أن ترى هزيمة حماس وتعمل مع إسرائيل بشأن أفضل السبل لهزيمتها مضيفا أنه من الخطأ القيام بعملية كبيرة في رفح وأنه لا شك في أن المدنيين الفلسطينيين يواجهون جحيما هناك داعيا إسرائيل لبذل المزيد لضمان حماية المدنيين فيما برأ سوليفن إسرائيل من تهمة ارتكاب إبادة جماعية داعنا العالم يدعو حماس للعودة لمائدة التفاوض وقبول اتفاق نحن متأكدون بأن إسرائيل تستطيع ويجب عليها أن تفعل المزيد لضمان حماية ورفاهية المدنيين الأبرياء نحن لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ما زلنا نعتقد أنه سيكون من الخطأ شن عملية عسكرية كبيرة في قلب رفح ومن شأن ذلك أن يعرض أعدادا كبيرة من المدنيين للخطر دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة وكان الرئيس واضحا في أنه لي يقدم أسلحة هجومية معينة لمثل هذه العملية في حال حدوثها ترجمة نانسي قنقر